ندرة خانقة في حليب الأكياس تشهدها ولاية البويرة خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي دفع بأبناء الولاية من المستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج الحليب بمالهم الخاص قدرنا الاستثمار هذا باش نقضي وعلي الأزمة هذه تعل حليب شفنا المواطن تعل بويرة يستنى شكرة على الحليب باش تجيه من ولاية واحدة أخرى ما كانش عنا يستنى دف واحدة عشرة تعليل يدير رشان على شكرة الحليب وحنا قدرنا الاستثمار هذا باش نقضي وعلي الأزمة هذه ونساهمه في فتح مناصب عامل لشباب المنطقة 12 مليار سنتيم مبلغ صرفه هذا المستثمر للقضاء على ندرة الحليب بالبويرة إلا أنه للأسف بقيت أبواب مصنعه موصدة والسبب عدم استفادته من حصة من مسحوق الحليب التي توزع على المالبنات بدأت المشروع هذا مع المشاورة مع الوالي ومديرت الفلاحة ومديرت الصناعة ومديرت التجارة في 2012 درت الرجيست ومعدت دقاءة لعليا وفي 2014 جبت الماتيريال هذا ومعد في 2016 عندي لقريمون ودرك عندي مشكلة الغبرة الحليب ما كانش لغض الغبرة الحليب درك نوم ما يعطينا الكوطة التعنا في الغبرة الحليب قاعد يزيزين يعطي لهم الكوطة التعهم وحنا نوم ما يعطينا الكوطة التعنا أهلات تم استرادها من إيطاليا بالعملة الصعبة انتهت مدة ضمانها وأكلها صدى ولم تنتج كيسا واحدا من الحليب كما راكم تشوفوا ما عمل ولو يوم 2014 المطرية راح فات لقارونتي تعه فات كلش راح بداية الصد كما راكم تشوف ما عملش ولو يوم واحد جدير بالذكر أن لجنة من الديوان الوطني للحليب وقفت على هذا المصنع خلال الشهر الفارض هذا في انتظار دخوله حيز الخدمة في أقرب الأجال